السلام عليكم اليوم نروح للولايات البوليدة حيث أنه سوف نعرفكم بمزرعة نموذجية واحدة من أنجح المزارع النموذجية في الجزائر وقال لي تتربع على حوالي 380 هكتار ومتخصصة في إنتاج الثواكه بجميع الأنواع وكذلك تستعمل أحدث تكنولوجيات الجد متطورة في ميدان الزراعة المكثفة وكذلك تستعمل أحدث الوسائل في اقتصاد المياه منتاع الإيريغاسيون وهي في الحقيقة تعتبر كثمرة للشراكة الاستراتيجية اللي عدنا نعرفها الآن في الجزائر هذه بعد سنوات الآخرة وهذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والقطاع الخاص واللي يعني القطاع العام ممثل في الوزارة وكذلك في الأوفيس تتسير الأراضي و يعني في قضية الاراضي هذه التي ترجع للدولة في الآخر واللي كذلك الاستثمارات انتع القطاع الخاص في يعني إحداث التكنولوجيات الجديدة هذه واستعمال آخر تكنولوجيات وكذلك حتى يعني بعض الأراضي تم تسويتها باستعمال وسائل انتعلي طرفوبيليك تعمل لكي تسوى الأرضيات وكانت كمية كبيرة جدا من الأطريبة يعني الخصبة الأطريبة النباتية تم يعني تحويلها من أماكن إلى أماكن أخرى لتسوية الأراضي ولتغطية بعض المناطق التي كانت يعني فيها حجارة يعني تم استصلاح جزء من هذه المزرعة وكذلك تسوية بعض المستطاحات الزراعية بواسطة آلات تنتعى الأشغال العمومية وكذلك لحفر خزانات للمياه لتكوين خزانات للحلول دون الوقوع في يعني فترات تنتعى شح الماء فإذن كان فيه ضرورة لإحداث لإنشاء عدة خزانات في المزرعة وكذلك لوضع النظام انتعى الري بالتقطير لضمان يعني التروية يعني الري المستمر قوال السانة لضمان يعني الانتاج الفلاحي هذا قوال السانة وللعلم انه المزرعة متخصيصة في جميع الفواكه وبالخصوص في الحوامض وهذه المزرعة لها يعني فرع انتعى مخابر وكذلك عندها مشاتل يعني التطوير و إنتاج الشجيرات لإستمرارية هذا الانتاج انتعى الفواكه لن أترككم تتابعون هذا الفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 شكرا